أقل ما يمكن أن يصف به الباحثون في شأن السياسي العراق في الذكرى الحادية والعشرين لغزوه أنه بلا دولة وما يندرج تحت هذه الكلمة من حالة ضياع سياسي وانهيار مؤسساتي وفوضى أمنية مهدت الأرضية لتسلط الميليشيات على الحكم ليكون العراق حسب المواصفات الدولية لمفهوم الدولة أرضا مستباحة مرور عقدين على الاحتلال الأمريكي وحلفائه للعراق كشف أن هدف الغزو لم يكن مجرد إسقاط نظام وإحلال نظام آخر بل كانت القضية أخطر من ذلك تتناول تفكيك العراق وإدخاله في متاهة فوضى لا تجد من يحتويها أو يضبطها وبدأ ذلك بتفكيك الجيش العراقي وجمع لفيف من القوى تحت مسمى المعارضة لبناء عملية سياسية جاءت بفكر الانتقام من العراق لا من نظام حكم العراق لفترة معينة تجلى ذلك الانتقام في التعامل مع مقدرات البلاد وأمواله كغنيمة حرب تتصارع عليها الأحزاب ثم إنشاء ميليشيات تدعم كل حزب وتحميه من الشركاء الخصوم وتتقاسم المناصب من الوزارات حتى أصغر المؤسسات التابعة لها في المقابل أهملت البنية التحتية ودمرت القطاعات الصناعية والتجارية وتحول العراق إلى مستهلك للبضائع الأجنبية ولسيما الإيرانية وذلك ما ساهم في إضعاف قوة الدولة من الناحية الاقتصادية من الناحية الأمنية ساهمت الفوضى في انتشار ملايين القطع من السلاح بمختلف أنواعها عند الشعب وأصبح الخوف دافعا أساسيا للتمترس وراء العشائر وخصوصا بعد نفوذ الميليشيات وتحويلها العراق ساحة حرب بالوكالة دفع ثمنها مئات الآلاف من العراقيين قتلا وتهجيرا وتشريدا ومن التدعيات السلبية لحكومات الاحتلال كذلك إفساد قطاع التعليم من أجل نشر الجهل والأمية وإغراق الشارع بالمخدرات للهروب من الواقع المر لن ينتهي الاحتلال ولو لم يبقى جندي أجنبي واحد في العراق طالما بقي من ينفذ أجنداته تحت مظلة العملية السياسية القائمة